بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال علامات المؤمن خمس صلاة احدى وخمسين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين والتختم باليمين وزيارة الأربعين صدق سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه تهذيب الأحكام وهو الأحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط عند الإمامية وبالرغم من أن شيخ الطائفة لم يذكر سندا لهذا الحديث إلا أن علماءنا تلقوه بالقبول حتى لقد استدل به مثل المقدس المولى أحمد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه وهو من أعاظم فقهائنا قداسة وعلما في أحكام شرعية مثل قضية النوافل في بحث النوافل النوافل في الصلاة أشار إليه بعنوان الخبر المشهور والمقبول واستفاد منه في الإفتاء في موضوع النوافل نوافل الصلاة باعتبار أنه يحتوي على ذكر صلاة 51 وهي مجموع الفائض مع النوافل كما سنأتي في الحديث عنها إن شاء الله علامات المؤمن خمس ما هو المقصود بعلامات المؤمن هنا ومن هو المؤمن ولماذا هذه العلامات دون غيرها مثلاً لماذا لم يذكر فيها العقائد الإيمان بالله الإيمان بالآخرة الإيمان برسول الله الإيمان بالأئمة لم يذكر فيها جانب العقائد لم يذكر فيها عبادات مهمة الحج الصوم الزكاة فلا في جهة العقائد مذكور فيها أهم العقائد في هذه الرواية كالتوحيد والنبوة والإيمان بالمعاد والإيمان بالأئمة والعصمة ولا في جهة العبادات أيضاً ذكرت باستثناء الصلاة وفي الصلاة أورد ذكر النوافل بينما ترك ذكر الواجبات كالحج وكالصوم والزكاة والخمص وغير ذلك فما هو معنى هذا الحديث هل يمكن أن نقول أن هذه فعلاً هي علامات المؤمن أو لا مقصود الحديث والرواية شيء آخر يعتقد أن الإمام العسكري عليه السلام أراد صناعة علامات أو الإشارة إلى علامات للمجتمع الشيعي تميزه عن غيره من المجتمعات المسلمة فأورد مجموعة من العلامات في العبادات وفي الهيئة الشخصية وفي الحركة الاجتماعية لا تتوفر هذه العلامات في أي فئة إسلامية أخرى وإنما تتوفر بمجموعها في هذا المجتمع الإمامي الاثني عشر لو مثلاً أورد الصوم والزكاة والحج هذا مشترك بين كل الفئات المسلمة لو أورد التوحيد والنبوة والمعاد هذا ليس شيء خاص بالإمامية في هذه الرواية في هذا الحديث يعتقد أن الإمام عليه السلام أراد أن يعرف الخصائص والميزات التي يتميز بها المجتمع الإمامي ولا توجد في غيره تريد أن تعرف الإمامية في أي مجتمع هذه صفاتهم من الطبيع أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ويؤمنون بالأئمة ويؤمنون بالمعاد ويؤمنون بكذا وكذا ولكن هذه ليست صفات مميزة لهذا المجتمع الصفات المميزة هي التي ذكر خمساً منها هنا فهي لا تجتمع إلا في المجتمع الإمامي كأنما باعتبار صارت المجتمعات المسلمة خليطة في سام الراء يوجد هناك أتباع لمذهب أهل البيت كما يوجد لأتباع المذاهب الأخرى في الكوفة أيضاً كذلك في قم في إيران في العراق في الحجاز في كل الأماكن صار هذا الاختلاط حاصل كيف يتميز هذا المجتمع وهذا الكيان الاثني عشر الإمامي عن سائر المجتمعات بحيث أنا من خلاله من خلال هذه العلامات أتعرف على أخي الإمامي والاثني عشر وأتعامل مع هذا المجتمع هذه مجموعة من العلامات وبالتالي فلا يأتي سؤال لماذا لم يأتي الإمام بالصيام ولا يأتي كلام لماذا لم يأتي بالحج ولماذا لم يأتي بالتوحيد لأن تلك عناصر اشتراك بين جميع المسلمين أنا في صدد تحديد وتشخيص مجتمع بمميزاته الخاصة له فجاء بميزات في العبادة جاء بميزات في الهيئة الشخصية جاء بميزات في الحركة الاجتماعية الميزات اللي في الأمر العبادي أولا صلاة 51 في بعض الروايات صلاة 50 وذلك بعدم التركيز على هذه الركعة الواحدة وهي ركعة الوتيرة بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء ولكن المقصود هو صلاة 51 هذه هذا النمط العبادي يختص به أتباع آل محمد فإن عندهم كسائر المسلمين سبعة سبعة عشرة ركعة هي الفرائض عند كل المسلمين ومنهم شيعة أهل البيت عليهم السلام لكن في النوافل وعددها وترتيبها وهي ضعف الفرائض النوافل ركعاتها عندنا ضعف الفرائض الركعات الفريضة سبعة عش ركعات النافلة مضروبة في اثنين أربعة وثلاثين المجموع مالهم يصير شنو واحد وخمسين هذا لا يوجد عند أحد من فرق المسلمين فإن عندهم اختلافا كبيرا سائر المذاهب الأخرى ما بين من يقول بأنها أي النوافل في اليوم عشر ركعات أربعة ستعش ثمانطعش أكثر وأقل ماكو اتفاق عندهم على هذا الأمر فصلاة إحدى وخمسين وهي التي عليها اتفقت كلمة الإمامية لما جاء عن أهل البيت عليهم السلام هذه ميزة في العبادة لا توجد عند غير الإمامية تريد تتعرف على واحد من خلال عبادته تستطيع التعرف عليه من خلال قيامه بهذه الأعمال من فرائض ونوافل وطبعا هذا فيه الدعوة مبطنة أيضا لأن يلتزم الإنسان بالنوافل إن تمكن أو ببعضها لا أقل صلاة الفجر إن تقايم على كل حال قبل أن تبدأ بصلاة الفجر تنفل تنفل نافلة الفجر ركعتين ثم صلي الفريضة ركعتين أنت قايم قايم متوضي متوضي أيضا هي فترة قصيرة على أنها أيضا تكسبك نشاطا للفريضة يعني حالة النوم والنعاس وما شابه ذلك اللي قد تترافق مع القيام من المنام أنت تطيرها بالنافلة حتى تقبل على الفريضة وأنت في كمال التفاتك مثل ذلك قبل الظهر ثمان ركعات وبعد ذلك أيضا نافلة العصر ثمان ركعات ضعف الظهر أربع ركعات أضعفها يصير النافلة حتى ربما قسم من الناس في الأعمال وما شابه ذلك لا يتمكنون لكن إن استطعت أن لا تضيع عليك نافلة المغرب والعشاء ففعل ذلك وإذا أردت أن تزداد نورا ويشرق وجهك به فعليك بصلاة الليل ما تقدر إهدعش ركعات خلي هالركعات الثلاث ركعت ركعتا الشافع وركعة الواتر ثلاث ركعات لو تعود عليها الإنسان هذه الثلاث ركعات سوف يجد فراغا عندما ينساها أو يتغافل عنها فهذه أول ميزة ميزة في العبادة صلاة 51 الميزة الأخرى الجاهر ببسم الله الرحمن الرحيم البسملة وموقعها في القرآن الكريم بل في حياة الإنسان المسلم ككل بحيث جعل كل أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر مبتور مقطوع من غير بركة والقرآن الكريم اللي ما في تكرار لفظي قرآن الكريم ما في تكرار لفظي إلا نادر ولكن مع ذلك مية وأرباطعش مرة يكرر شنو بسم الله الرحمن الرحيم وقال بعض أصحاب رسول الله ما كنا نعرف نهاية السورة وبداية سورة أخرى إلا ببسم الله الرحمن الرحيم طيب موقع البسملة في أنه لا يمكن تركها وأنها جزء من السور على المشهور كل السور ولا سيما بالنسبة إلى سورة الفاتحة هذا الموقع يستدعي أن تكون جهرية معلنة أنا أبدأ عملي لا باسم الطاغوت ولا باسم الشهوات ولا باسم الشيطان وإنما باسم من؟ بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ يومي كذلك أبدأ رزقي كذلك أبدأ علمي كذلك أبدأ يومي وحياتي وكل شيء ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه تحتاج إلى إعلان حتى يصير بدل ما يصير بأسماء أخر يصير لا كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم عرف عن أهل البيت عليهم السلام تأكيدهم على البسملة جهراً حتى في الصلاة الإخفاتية عندنا الصلاة الظهرين إخفاتية القراءة فيها والبسملة جزء من السورة المفروض في الحالة العادية ما دام هذه السورة سورة إخفاتية أن يكون أيضاً البسملة إخفاتية لكن هنا أيضاً الاستحباب قائم على أن يجهر بالبسملة وإن كان يجب الإخفات في قراءة الفاتحة والسورة هذه أيضاً ميزة من ميزات الفقه الإمامي والمجتمع الاثني عشر أن تتجد في بعض المذاهب إما بعضهم أصلاً لا يقرؤون البسملة أصلاً لا تقرأ البسملة وبعضهم الآخر وإن قرأوها إلا أنهم يخافتون فيها ويقرؤون غيرها جهراً وهذا عجيب فكأنما ما كان ينبغي أن يجهر فيه يخافت وما كان ينبغي أن يخافت فيه يجهر هذه أيضاً ميزة أخرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين السجود على عفر التراب تواضعاً لله عز وجل وخضوعاً له وعدم تجويز أن يسجد الإنسان على القماشي أو السجادي أو غير ذلك في الحالة العادية الاختيارية هذا من ميزات مذهب أهل البيت عليه السلام وهو الذي كان عليه سيد الأنبياء محمد ولو هذا بحث تفصيلي يحتاج إلى أنهم سألوا سألوا رسول الله وكان المسجد في زمانه مفروشاً بالرمل والحصباء حصد صغيرة والرمل فكان يحتر هذا في وقت النهار خصوصاً أيام الصيف والمدينة المنورة الجو القائض الجاف فشكى بعض أصحاب رسول الله إليه أن الحصباء والتراب يحرقوا جباههم فخلينا نخلي أطراف رداءنا على ذلك فنهاهم عن ذلك لا لازم تسجد على التراب وتعفر الجبين لله عز وجل من ميزات منهج أهل البيت عليهم السلام هو تعفير الجبين إلى الآن السجود على التراب وعلى التربة ولا سيم الحسينية وهي جزء من التراب والأرض يتحقق بها تعفير الجبين على التراب والصخر والحصى هذا من ميزات هذا المجتمع التابع لأهل البيت هذه في أمور العبادة أنت من خلال معرفة طريقة التعبد تستطيع أن تشخص أن هذا المجتمع مجتمع تابع لأهل البيت في الهيئة الشخصية هناك مشتركات بين المسلمين لكن الالتزام باستحباب التختم باليمين هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان عليه خلص أصحابه والتزم به شيعة أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم وبعضهم للأسف الشديد صرح بهذا الأمر يقول أكثر من واحد ويمكن المراجعة إلى المصادر أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هي التختم في اليمين لكن لما أصبح شعاراً لما زعموه وقالوا لما أصبح شعاراً للرافضة استحب العدول عن ذلك إلى اليسار السنة هي هكذا ما عن رسول الله النبي صلى الله عليه وآله بل الإسلام قضية التيامن من القضايا الأساسية في كل حياة الإنسان حتى إذا تبغت عبرها الصوب له الصوب التيامن مطلوب تأخذ على جهة اليمين وعلى جهة الشمال التيامن وذلك لما ورد في مدح أصحاب اليمين وأهل اليمين وما شابه ذلك وهو من اليوم اليمين هي من اليوم ففي أمور مستحبة كثيرة استحب فيها التيامن ومن ذلك قضية التختم يقدر الإنسان تختم في اليسار ويقدر يتختم في اليمين لكن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار إليه كان هو موضوع التختم في اليمين في ظروف الصراع المذهبي والطائفي وقسم من الفقهاء كانوا يعيشون هذا الهاجس وهذا الهم فقالوا لأن هذا صار شعاراً لشيعة أهل البيت نحن نعدل عنه فلا نضع الخاتم في اليمين وإنما نضعه في الشمال وفي اليسار ويفتون بذلك ويصرحون أيضاً في بعض كتبهم بهذا السبب هذا أيضاً التختم في اليمين وأخيراً زيارة الأربعين زيارة الأربعين زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين من شهادته الذي يصادف العشرين من شهر صفر بلغنا الله وإياكم زيارة الحسين في يوم الأربعين القادم وفي سائر الأيام حضوراً وإن كنا نزوره من بعد ونعتقد أن هذه الزيارة أيضاً حيث لا يستطيع الإنسان الوصول إلى ذلك المكان أيضاً يثاب الإنسان عليها ويعطى أجراً لأن الغرض من الزيارة هو إعلان الولاء إعلان الانتماء إعلان القبول بإمامتي هذا الإمام العظيم والحزن على ما أصابه وتجديد العهد والذكرى به زيارة الأربعين هناك كلام كثير هل أن هناك روايات أخر ماكو هناك روايات أخر صحيحة السند مو صحيحة السند رواية واحدة أو روايات متعددة هل هناك عن الإمام الصادق عليه السلام رواية أو روايتان أو غير ذلك نحن في أحاديث سابقة قد تعرضنا إلى هذا الجانب وأساساً نعتقد أنه ومجاراتاً تعرضنا لها وإلا في الأساس ينبغي أن لا يتوجه الإنسان المؤمن العادي إلى مثل ذلك ليش؟ لأن أنا بحسب الفرض أنا إنسان مقلد المقلد للمجتهدي إنما يعمل بالفتوى ولا ينظر إلى الدليل فضلاً عن أن ينظر في الدليل التقليد ما هو؟ التقليد هو اتباع من يجب تقليده أو من يجوز تقليده من غير مطالبة بالدليل ولذلك يسمى بالتقليد هذا في الإصطلاح أن عندما يقول لي مثلاً عندما تشك بين الثلاث والأربع تبني على الأربع ثم تأتي بركعة احتياط أنا المقلد من حيث أني مقلد لا معنى لأن أقول له ما هو دليلك على ذلك نعم لو كنت في بحث علمي مع هذا المرجع؟ صحيح أنا من أهل العلم ولنفترض أنه في مستوى النقاش والاستدلال والأخذ والرد والبحث بحث علمي نعم لكن الفرض ليس هو هذا الفرض أنني في موقعي المقلد والمقلد يأخذ الفتوى من المرجع من غير مطالبته بالدليل بما هو مقلد نعم بما هو باحث علمي بما هو مشترك في درس مع مرجعه يطالبه بالدليل لكن عندما يكون في موقع المقلد لا معنى للبحث أن هذا سنده صحيح وذاك سنده غير صحيح ومسلكك هل هو هذا المسلك في الرجال أو ذلك المسلك أو أنه هل المدح العام يكفي أو لا بد من المدح في نقل الحديث هذا كله يكون نوعا من تغيير الموقع إذا أنا غيرت موقعي من المقلد إلى موقع المناقش والمجادل في البحث العلمي نعم ولكن الفرض أن عامة الناس هم ضمن موقع التقليد لا لعجز فيهم ربما لو أيضا توجهوا إلى المباحث العلمية وصرفوا عمرهم فيها أيضا يصير عندهم رائي يصير عندهم نقاش ولكن تتعطى الأمور حياتهم المعاشية وسائر قضاياهم الاجتماعية فبناء على هذا عندما نتحدث عن زيارة الأربعين نقول إن علماءنا أجمعين يقولون باستحبابها إما بعنوانها الخاص وإما بالعنوان العام وإما بعنوان مركب كما يقولون بعنوانها الخاص يعني أن في يوم العشرين من صفر يوجد استحباب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام لأن الفقيهة الفلانية قد ثبت عنده أن هذه الروايات روايات تامة بناء على مسلكه أو لا بعنوانها العام لنفترض أنه ما تم عند هذا الفقيه أن يوم الأربعين ويوم العشرين من صفر أكو روايات قوية وكذا عندما ثبت أكو عندنا عنوان أعم أن زيارة الحسين عليه السلام في كل يوم في كل ساعة من الساعات هي مستحبة شرعا وفيها ثواب كثير فليكن هذا اليوم أحد تلك الأيام لنفترض زيد من العلماء ما ثبت عنده هذا أن بعنوانها الخاص يعني يوم عشرين صفر مستحب طيب طول السنة عندنا عمومات تفيد أن زيارة الحسين عليه السلام في كل وقت مستحبة صيفا وشتاء ليلا ونهارا في أول يوم من الشهر وفي آخر يوم في ليلة الجمعة والخميس والأربعاء والثلاثة والإثنين والسبت والأحد كلها مستحبة فليكن هذا اليوم اللي يسمى يوم عشرين من صفر واحد من تلك الأيام المستحبة أو ما ورد من أنه تستحب يستحب إحياء مصائب أهل البيت عليهم السلام وفي يوم العشرين من صفار سواء بأي نحو قلنا في التاريخ تجددت أحزان أهل البيت عليهم السلام نحن نحيي ذلك اليوم باعتباري أنه يوم حزن على أهل البيت وعلى الإمام الحسين عليه السلام فمن باب إحياء مصائبه وقضاياه وتجديد العهد به وهذا أمر راجح أحيو أمرنا مو إلا في أيام خاصة وإنما في كل الأيام وكما قلت الأساس والأصل هو أننا في موقع الإنسان المقلد علماؤنا قاطبة ممن يقر لهم التقليد في هذه المناطق إما يقولون بالاستحباب الخاص أو بالاستحباب العام فإذن لا مانع من الإتيان بهذه العبادة زيارة الأربعين في هذه الرواية هي أيضا من مشخصات هذا المجتمع الشيعي حيث لا يمارسها غيرهم حتى من الشيع الآخرين يعني من الشيعة الزيدية مثلا ما عندهم من الشيعة الإسماعيلية ما عندهم هذا الشيء فضلا عن غيرهم من سائر المذاهب غير الشيعية فهذا أيضا مما يستفاد من هذه الرواية أن زيارة الأربعين هي أحد مشخصات هذا المجتمع الإمامي الاثني عشر التي تشير إليه دون غيره ومناسبتها هي رجوع السبايا وعلى رأسهم الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء في كيف رجعوا هذا إلى بحث طويل تعرضنا له في كتابنا أنا الحسين بن علي وفيه مرافقة لركب السبايا من خروجهم من كربلاء إلى عودتهم إلى كربلاء مع الاستدلال والبرهان ومحاولة ليه تفنيد ما استبعده بعضهم من أنه كيف يصير هذا خلال أربعين يوم يروحون ويرجعون تبين من خلال التتبع التاريخي أن هذا مو بس ممكن هو واقع وحاصل والحديث هناك مفصل بناء على هذا يحيي شيعة أهل البيت عليهم السلام هذه المناسبة باعتبارها يوم رجوع السبايا يوم رجوع ركب الحسين عليه السلام إلى كربلاء وذلك أن يزيد بن معاوية لعنة الله عليه على أثر خطابات أهل البيت زينب أولا ثم زين العابدين عليه السلام استطاعت تلك الخطابات أن تغير المزاج العام في الشام إلى حد أن يزيد بدأ يتنصل من جريمة قتل الحسين وقال أنا ما قتلته ولا أمرت بذلك وإنما عجل عليه بن زياد على غير رأي مني ولو كنت أنا ألي أمره لصنعت فيه غير ذلك وين ذاك وين هذا تغير المزاج العام صار الكلام يشيع مجلسان مهمان فيما نعتقد المجلس الأول في ديوان يزيد اللي خطب فيه خطبت فيه زينب والمجلس الآخر في الجامع الأموي في اليوم التالي هذا كان عام وكبير جداً اللي خطب فيه الإمام زين العابدين عليه السلام فتغير فتغير الوضع العام انقلب الوضع بشكل كبير عند كثير من الناس ففشل كلام على يزيد بدأ يتنصل زين يتنصل الآن يتنصل هذه الجماعة اللي بدأوا بالفعل أهل البيت يقيمون العزاء هل يمكن لابد أن يغلق هذا الملف حسب التعبير فهو إجى يزيد وقال لزين العابدين يا ابن الحسين إن أحببت المقام عندنا أقمت وإن أحببت الرجوع إلى المدينة جهزناك بما تحب وهذا في إشارة إلى أن يزيد يريد أن يتخلص منها الجماعة لا يبقون في الشام يظلون عام الإثار وكلام وإلا شنو الداعي يقول له تعال ارجع إلى المدينة فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن تكلم مع أمته زين فقالت له بل نرجع ماذا عندي في الشام حتى أبقى فيها وبالفعل في يوم هدعش من شهر صفر خرج الركب الحسيني إلى كربلا وسلكوا طريق بادية الشام غير طريق الروحة طريق بادية الشام حوالي 900 كيلو طيب وهو نصف المسافة في الطريق في طريق الذهاب طريق العودة كان نصف المسافة قلت هذا حديث تاريخي مفصل فعرض عليهم ذلك فقال زين العابدين عليه السلام بلى نرجع ولكن رد إلينا ما أخذ مننا قال لنرجع لكم أموال فقال له قبحك الله تقتل والدي الحسين وترد إلنا أموال إنما نريد رأس أبي الحسين عليه السلام هذا لازم ناخذ معنا حتى نلحقه بجسده الشريف ونريد شيء آخر أيضا مغز الأم فاطمة هذا بالنسبة إلينا إلى قيمة اعتبارية عظيمة كونه كان في يد أمنا وجدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام فأمر بذلك وجهز معهم النعمان ابن بشير الأنصاري وكان رفيقا بالقياس إلى غيره فجهزوا من يوم دعش انطلقوا من دمشق باتجاه كربلا سالكين طريق بادية الشام المختصر وكانوا يسيرون ليلا في أكثر الأوقات حتى لا يثيروا من جديد الناس هالمرة غير المرة السابقة المرة السابقة كان كل مكان يوصل إلى يسويهم فرجة حتى يظهر انتصار الآن يريد بأسرع ما يمكن أن يرجعوا إلى المدينة ولا يمروا على أحد ولا يجتمعوا على أحده وربما لهذا السبب أيضا اختاروا طريق بادية الشام لأنه طريق غير مأهول طيب بالفعل سار ذلك الركب وكان الحدات والأدلاء بهم رفقاء ما كان في مثل الروحة إلى الشام في مثل الروحة إذا وحدة تأخرت ضربت بالسياد إذا وحدة وقعت من الناق بعد هذا يا ويله عندئذ ماذا كانوا يصنعون لها الرؤوس أيضا كانت على أطراف الرماح مبالغة في إيذائهن الآن لا تغير الأمر فكان إذا وصلوا إلى مكان وأرادوا النزول أنزلوهن وابتعدوا حتى تأخذ النساء راحتها كما تحب حتى أن بعض أرباب الخبر ينقلون أن زينب عليه السلام لما رأت هذه المعاملة من بعضهم أرسلت إليهم ما بقي عندهم من الحلي كأنما بمثابة عطية لهم فبكى ذلك الطرف وقال نسلب كن مرة أخرى يعني تم السلب يوم 11 ما بقي عند كن شي نرجع مرة أخرى هل بقى أيضا نأخذ لا والله لا نصنع بذلك فهكذا ظلوا يسيرون مرحلة بعد مرحلة ومكانا بعد مكان إلى أن وصلوا إلى مفترق طريقين طريق يؤدي إلى جهة كربلا العراق وطريق آخر يؤدي إلى مدينة رسول الله فقال الحادي لزين العابدين يا ابن الحسين هذا طريق يؤدي إلى كربلا إلى العراق وذاك طريق يؤدي إلى المدينة أي الطريقين نسلك فلما سمعت زينب لما سمعت ذكر كربلا صاحت يا ابن أخي أربعين يوم ويوم ولا يومين هاي اللي ما كانت تفترق عن أخيها حتى أربع ساعات الآن أربعين يوم كأن لسان حالها جنت غايب وهس إجيتك أربعين ليلة فارقيتك فلما سمعت زينب بإسم كربلا نادت يا ابن أخي قل للدليل قل للدليل يمر بنا على مصارع قتل أنا نجد نجدد نجدد بهم أهدا عطفوا على جهة كربلا لما لاحت معالم كربلا هاجت أحزان زين عدها أسئلة يا نازلي بكربلا هل عندكم خبر بقتل بقتل أنا وما أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله هل واريتموها في الثرى وهل استقرت في اللحون رمامها لو أنها أجيبت لكان الجواب ما غسلوه ولا لفو فيك فني يوم الطفوف ولا بد عليه ردا عارد تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي بإزر وردا إلى أن وصلوا إلى كربلا على الطرف الآخر كان جابر بن عبد الله الأنصار وقد جاء مع غلام عطية مع خادمه وتلبيذه عطية لما جاء إلى الفرات اغتسل ووصل إلى قبر الحسين قال يا عطية ألبسني قبر الحسين ألبسه القامر فنادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين أغمي عليه أراق عليه الماء أستيقظ وأفاق قال حبيب لا يجيب حبيب وأنا لك بالجواب سيدي وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك أشهد أنك ابن حليف التقوى وابن سليل الهدى إلى آخر زيارته بينما هم كذلك وإذا بغبرة ترتفع من جهة الشام قال عطية أرى غبرة قال قم وانظر فإن كانوا من جد بني أمية لعلنا نلجأ إلى ملجأ وإن كان سيدي ومولاي علي بن الحسين فارجع إلي قام عطية وذهب مسرعا ما كاد أن يصل إلا وهو يسمع النائحة تنادي وحسينا رجع مخبر جابر وجاءت النساء أما زين فإنها ظلت تلتفت يمينا وشمالا باحثة عن قبر أخيها الحسين أشار إليها زين العابدين قال عم زينب هذا قبر أبي الحسين فلما رأت ذلك ألقت بنفسها عليه من على ظهر الناقة اتمهل يا زينب خلي يجي أحد ينزلك لا ألقت بنفسها من على ظهر الناقة على قبر أخيها كأني بها ناديت أنا جئت آيك جئتك وجبت الرأس ويا آيك يا أه ابن السبي وكانت بي سلوى آيك آيك دقعد يا أخي وجلعة أحماي آيك آيك ونشف بردنك ما يعينا يا أخويا أخويا جنت غايمة وهس إيجيتك أربعين أربعين ليلة فارقيتك وتحت الثرى أخويا لهيتك عندها جاء جابر بن عبد الله سأل زين العابدين أين أبوك الحسين كأن يبه يخاطبه يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا ذبحت أطفالنا وها هنا سبيت نساؤنا بعدها ها هنا صعد الشمر على صدر الحسين سأل زين العابدين أبوك الحسين قائحي يبجان بالمسنايات جوده على أكتاف أوهو والطفل يا جابير نظرت بسهم من فحور وبصيبة حسين الذي هدت أركاني بس وقعد مهر الهضوم والضيم جاني أنا بعيني نظرت يحزنا يا أحربني الزواني حزوا كريمة وخيلهم غارت للخدور بعدش عندك يا ابن الحسين قال تكسر الخاطر عمتي تكسر الخاطر عمتي يوم دخلها الشام هي متحيرة بيتام أخوها ما خافة والله بمجلسة يزيد وقفاء سبه وتهكمها الرجيس شرع بالخمور هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمننا في أوطاننا لا تسلق علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين واكتبنا يا ربي من زوار الحسين وأنصار الحسين والفائزين بشفاعة الحسين شف اللهم مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا من دعاء وادفع اللهم هذا الوباء والملاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر